إذا بإلى تونس يعني فينا الأمر طيب يعني قالت شارع تونسي في الحقيقة طيب ظهر الآن بيانة على الشاشة اتحاد القوى الوطنية المصرية يبارك للشعب التركي نجاح انتخاباته اتحاد القوى الوطنية المصرية ممكن نجمع نص البيان ولا ده عنوان فقط أمشي بقى عندنا وقت الأسف نص البيان يعني اتحاد القوى الوطنية المصرية بيبارك طبعا التجربة الديمقراطية التركية بشكل رئيسي وزي ما حضراتكم متخيلين يعني كلهم ناس سياسيين مصريين خادوا تجارب ديمقراطية متصرة زي التجربة للأسف اللي حصلت في مصر في 2011 ل2013 وبالتالي يعني احنا هنا قاعدين مش بس بنتفرج لا احنا كمان بنتعلم وفي الحقيقة يعني انا مبسوط جدا من هذا البيان لانه بيان في الحقيقة بيعبر عن جموع المصريين اللي موجودين في تركيا في الفترة الحالية على اختلاف انتماءاتهم السياسية لانه احنا ناس شافت وادراكت وحضرت واستمعت وشاهدت العملية الانتخابية منذ اللحظة الاولى الى اللحظة الاخيرة احمد حي عايز بس اقول الفقرة لاخير البيان دي الفقرة اعتقد انها مهمة جدا اننا اتنحيي الديمقراطية التركية فاننا نؤكد ان شعبنا المصري جدير بالديمقراطية التي مارسها قبل 1952 ثم مارسها لفترة قصيرة بعد طولة يناير 2011 كما نثق ان شعبنا لن يتنازل ان حقي المشروع في هذه الديمقراطية وحقه في اختيار حكامي ونوابي بكل حرية ونحن مع شعبنا بكل ما نستطيع حتى نحقق له كل المطالب وغدا تشرق شمس الحرية على ارض مصر وكل منطقتنا الحبيبة اتحاد القوى البطنية المصرية هي يعني كان لندن 16 مايو 2013 نعم يعني بيان جاء في وقته